بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربه أهانًا كلا بل لا تكرمون اليتين وَلَا تَحَضُّونَ وَعَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّةِ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّةِ فَادْخُلِي جَنَّةِ فَادْخُلِي جَنَّةِ فَادْخُلِي جَنَّةِ